موسيقى لكي نتحدث اكثر اي ان الركود الاقتصادي يمر من الربعات لمراحل المرحلة الاولى هو التباطئ والتقلص في النشاط الاقتصادي لغادي يدتي ان الناس يفقدوا الوظائف لها ومن بعد يجب ان تكترق على السابقة ايضا تقلص في الاستثمار و تدخلها يجب ان تقلص في الاستثمار وهذا المراحل الاربعه يجب ان تجه بشكل طرق سواء سيناريو سيناريو متفائل او او ان او سيناريو متشائب سوف نقوم بسيناريو الأوبتيميست متفائل إذا استطعنا نحصر هذا الفيروس بالالتزامنا بالشروب الصحة والسلامة والحاجة الصحية سوف نقلص المدة للركود وإذا قدرنا نقلص هذا المدة للركود سوف نقلص في هذه الحالة سوف نقلص فما يسمى V-recession أي أن V-recession سوف نقلص حرف V في اللغة الفرنسية سوف نقلص نمو على شكل حرف V ونهيار في النمو الاقتصادي ومن بعد سوف نقلص انتاعش سريع انتاعش سريع الذي سوف نقلص الخصائر للإنتاجات على هذا الركود هذا هو السيناريو المتفائل أما بالنسبة للسيناريو المتشائم إذا المواطنين لا تزموش بشروط الصحة والسلامة وأخذ بجدية الحاجة الصحية أن هذا الوباء سيستمر معنا لفترة طويلة جدا وهذا المراحل الأربع التي قلناهم سيتحققه بالشكل جد عنيف حيث سيكون طباط في النشاط الاقتصادي إلى ما سيكون توقف تقريبا سيحدث اقدر الوظائف افلاسات الشركات الصغيرة المتوسطة الكبيرة على نطاق واسع والنتيجة هو انهيار في هو نهيار في المؤسسات البنكية والشركات البنكية لأن المتجونية ترتفع أصحاب الشركات لا يستطيع يخلصوا الدين وهنا سيتوقف واحد المحرك الأساسي الاقتصاد اللي هما المؤسسات البنكية و سيحدث منها وينتج منها مشاكيل كبيرة بزاف اللي سيترجع إلى السنوات الوراء لان الدولة سيتقفها تنفق لتحاصر الوباء وهذا البيتج هذا اللي كان النظام سيتتفق لتنمية الاقتصادية وتنمية البشرية سيتقف و سيتتنفق لمحاصرة الوباء